صباح الخير يا برج الدلو. البرج الحلو. يا رب تكون كويسة يعني وتطلع حلوة بس بدايتها حلوة. برج الدلو ركز معي بقى في النقطة دي. اه في بداية. اه بداية حلوة. اه بداية مش رقع. الشمسة سوف تشرق على برج الدلو. طعم نشوف كده. ايه ده برج الدلو قال له ده خير ده حقيقية مش هزهر. ده حد يعني اه ده حد عينه عليك. ده كمان بص ايه ده? بسم الله من شاء الله الله و اكبر عيني بردة عيني بردة. اه العشر كبات في ايدك. ده في حد يقم قديم. راجع وده هنشوفه من القراءة. يقم حد جديد بقى خالص وانت بتستقبله كده بكل روح رياضية. ده انت منفتح عليه. انت بتقوله تعالى يا اخي واغوشتني عليه كرابي. اتخارت لي كده. اه. لأ لأ يا لا ما على قلبي. لأ 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 قلبي رهي في مقراءات دي. حرام حرام والله. حد قديم على فكرة ممكن. اوكي? عشان بس نفسكين كده. ام. طيب مبدأين كده يا برج الدلو? مش حاجة تقلق الحمد لله. اا يمكن انت تعامل مع برج الحمل. وبرج الجوزاك. وبرج ترابي وسرطان. وبرج تاني ترابية. وبرج بردو ناري. برج ناري. اوكي? طيب. مبدأين كده هناك شخصا يعشقك. يعني العشق الحقيقي مش مش زار يعني. اا كأنه ملاقاك. يعني مش ملاقاك اللي هو ملاقاكش. لا. ملاقاك اللي هو ما صدق. ما صدق لك. انت توقع مروح يا معلم. وفرحم بك قوي 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 قوي. وهو انت في بداية جديدة. ده بص ده اه ده داخل على جواز. ده داخل على جواز. ده بيقولك بيقولك ايه? انت بتال. خلصت. انت بتال. في بداية جديدة. انا عايزك تتفائل. تتفائل. اا طبعا ده برج الجوزاء. وممكن يكون يعني هو مزان مسوخة طاقة برج الجوزاء. طاقة العشاء. اا يعني. في حب من الاخر. وحب قوي. وصي عشق. عشق مش زار. طب انت طاقة غريبة قوي. عشان كده بيقولك انت ممكن تكون حد من الماضي. انت زي ما تكون كوين اف هندوس ده ممكن يكون ايه? ممكن يكون انت اا حد رجعلك من الماضي. وانت بتقوله ايه? بتقول ايه? مش سامع. بمعنى كيه. لان هو انت شايف انه مقدم لك عرض. مقدم لك عرض. اوكي. انت بتقوله ايه? مش سامع والله. او مش سامع. بتقول ايه? بتقول بحبك? مش سامع والله. اا بص بقى برج التالو. ايه ده? ايه ده برج التالو? ايه ده? ليه كده? ليه كده? ليه دي? برج التالو انت متخوف جدا. انت يعني عارف اللي هو الشخص ده. لو رجعت اقسم بالله اقسم بالله ايه? اواريك. مش اواريك اضرابك. لا. اياك تتحك عليا. ده انا ده ناصحة قوي بص ده انا ناصحة. حلي بالك يعني انا مش مش هافية. مش تتحك عليا تاني. انت متخوف جدا. وقافل على اا مشاعرك ومبيله وش خشك. هو حد قديد. بس لا يمكن يكون حد جديد وعمل له كده. او ممكن تكون حد جديد بس انت خايف منه. مقلق. دخلته كده? اه دخلته كده مش عاجبين. غلط وانا كنت مستنيه يغرب. الشخص ده ممكن يكون متعارف عليه جديد ودخل وقال لك انا عايزة جاوزك. فبتقول له نعم يا اخويا تتجاوزني ازاي? تعرفني يامي? اه عايزة جاوزك. فانت خايف منه قبل. ومساكل الصيف اللي هو بص ده اي حركة هكا كده انا ولعت كده اتروح ده. ده انا ده انا حويل. ده انا زاكي اوعى. اه انا صحيح بص. انا كل حنية. ولكن ولكن على زاكة ده كده ده بي ارمز لو جدا. انت بتقطق. انت بتقطق. فانت خايف جدا 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 منه. ورافع لك ورافع له السيطان. راضي اللي عمال يقول لك يعني مساء الخير مساء الحب مساء الدلع. وانت بتقول له ايه ده ايه ده? ايه المحني ده? انت عامل وش صعب قوي. معرفش ليه. انت خايف منه. انت خايف منه. عشان كده. عشان كده طاك طاك سفول. انت 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 صعيب بس خايف. خايف خايف خلاص. اه هو شايفك ازاي شايفك شايفك شخص اه على فكرة بقى الشخص ده. بص انت نبايله الوش ده. اه? بس هو شايف حقيقتك. شايف حقيقتك يا برج تلو. شايف ان انت شخص جميل قوي من جوا. انت بتباين اقع الوش الخشف. بس انت شخص جميل. الشخص ده ممكن يكون قديم. عرض عليك. عرض المصالحة. وبداية جديدة. وانت بتقول له لو هوبت هنا هقتلك. من الاخر. بس هو عارف من جوا ان انت حزينة على العلاقة دي. بالزبط. وان انت بتحب. عشان كده هو رجع لك. بحبك. ومتأكد ان هو بيحبك كده بكرة. يعني هو متأكد. معلش يا برج تلو. انا فصل بس انا عايز. هنكمل. ان الشخص ده شايفك انا عملت التوضحات لهنا. الشخص ده شايفك ان انت آآ كنت حزينة على العلاقة دي. وعشان كده انت شايفه كمان مقدم عرض حقيقي. انت شايفه ان هو مقدم عرض حقيقي ديك. طيب اي الخطوة لاياخدها? الشخص ده حيران. عنده حيرة جديدة قوي. مش عارف يعمل ايه? هو بيحبك قوي. قوي. بس مش عارف يعمل ايه? ومخبي حتة ان هو عايز يجيلك بعرض دي جواه. مخبي بقى الحوار ده. في المقابل ودي حاجة غريبة. ان انت لو هو تقدم لك بعرض. انت كمان عايز على فكرة. انت كمان عايز تفتدي عرضي على فكرة. انت برج بدلو اه خايف منو. والان بس اه. انت حزين قوي. انت حزين قوي كده ليه برج بدلو. انت عايزه على فكرة. انت زعلان قوي عشان كده اه شايفك زعلان. لو جالك بعرض انت كمان هتروح له بعرض. يعني هو لو فكر يجي انا كمان هجيلك. بس خلي بالك بقى. بص بقى عشان تعرف. هو هجيلك عرض تقيل. انت بقى هتاهمل ايه? انت خايف منه. خايف قوي. انت متخاف منه قوي. بتاهمل ايه? انت عايزه. انت بتحبه. عايز بداية. بس بس انا بقى هديك حاجة بسيطة. انه انا يقول لك مثلا يخلي لك وحش تاني. تقول له اه الحمد لله انا كويسك. اهان. بس كده. تسقط. لان ندلبيش في فالدك. عرض زانطوط. يعني انا يقول لك انا عايز اخطبك. انا عايز اتجاوز. تقول له لا. خلينا في الارتباط الاول. ارتبك كده سندين تلاتة جربك. نبدل كده مع موعد نخرج ونروح ونيجي. لان انا ثلاث ساعة من الشربة يا بابا. انا ثلاث ساعة منك قبل كده. على فكرة يا برج الدلو. انت بتفكر تفكير سلبي شوية. معلش عذرني. انت باصص على ان العلاقة لما كانت زمان تعبت وزعلت بس فيه امل في العلاقة دي. انت اه انت انت جالك خبية امل من الشخص. انت شخص ده ممكن يكون ما تغيرش. حاولت معك يبغير ما تغيرش. بس فيه كوبايتين ورا هون ما تركز معهم يا عمي. سيبك من كوبايت المقلوب بقى ركز معهم. سيبك بقى. اهو. بس انت هت ايه? يعني هو عيجي الصناتك وانت هتقول له اهو الحمد للنك باز. لتدخل كلمك هترد عليه. بس مش اللي هو وحشتيني وحشتيني. لأ مش كلام ده. اللي برج الدلو صعب 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 يعني. طيب. هو شايف العلاقة دي? ايه? شايف العلاقة دي? على فكرة. لو كنت تعمل مع حد برج الجوزية فانت ثلاثين هوائيين. رطقة عقل. شايف ان العلاقة دي علاقة عقلية. بالضبط. شايف العلاقة دي كان بيغلب عليها العقل. ممكن. بالضبط. العلاقة دي. العلاقة دي. لو اتكلمنا بالتفاهم. لو اتفاهمنا. هنرجع لبعد بسرعة قوى. خلي بالك. هو برقبك. خلاص برقبك. وكارتين دول مرقبات. أوكي? وده ودي. الكوين. انتو زمان. اه بس كده. ما ده اتفهم على فكرة. ما ده تفهم? العلاقة دي كانت زمان. اه. علاقة فيها شخص مندفع وشخص قافل على المشاعر. شخص مندفع شخص مندفع وشخص تاني مش قد كلمته متلاوع شوية. او عايز مسلا اا صحبية. لأ مع النظر تبتش دلوقتي بالكلام ده. فمن ال queen يعني العلاقة دي لو رجعت تاني مرة تانية ورجعت اا حسننا امورنا هتبقى كده. هو شايف كده. شايف ان العلاقة دي كان فيها عدم تفاهم. او انتو ما كنتوش فاهمين بعض. ممكن. يعني هو مسألة منك. وده اللي حسي يعني. هو كان عرض عليك عرض? وانت قلت له لا. مش عايز اتجاوز دلوقتي. بصراحة. وحسك ان انت عايل بترجع في كلامك. وان انت كابت على مشاعرك كده هون. فلو شايف ان هو لو القلاقة دي فهمنا بعض. احنا الاتنين هننتصر. على فكرة انت بتحبه. وزعلت لما لما مشي. يالله يا عنا. انت كمان شايفه السنة دي كده. بص. مش بقولك بتحبه. بتحك على نفسك. بتحبه على فكرة. والشخص ده راجع. راجع بس مش. راجع ببطء. لانه خايف ترفضه تاني. الشخص ده قدم لك عرض الجواز وانت قلت له مش عايز اتجاوز. اهو. بس قرفت الطاقة بتاعتك دي جاية منين يا لقيم. انت شخص بتحب الخروج والفصح. وآآ يعني يعني ينلفه مع بعض شوية. بداش جواز عما طول كده. خاف منك. بس لما بعد مقدرش. قالك لا انا بحبه. انا عايزه تاني. هو مقدم لك عرض. هو مقدم لك عرض مصرح. وانت هتقبل العرض ده. وعلى فكرة انت كنت قافل على مشاعرك. انت كنت قافل على مشاعرك. وآآ ممكن تكون ميشيت من العلاقة دي. بالضبط. ثانية واحدة. السيناريو التالت. لما عرض عليك عرض حب. انت فلفزت منه. عشان كده هو شايفك ان انت عيل. مش عيل. يعني بس يعني مش عايز ترتبط. مش عايز حد يمسكك. فبس انت لما هو ميشي انت زعيلت. زعيلت عليه قوي. وانت مستعد بس. اللي هو ايه? نص نص برضو. برضو. لسه بصابر مع الموقفات. بس انت بتحبه قوي. على فكرة. شايف العلاقة دي حلو. طب النصيحة ايه? النصيحة بتقول لك يا برج بالو اشتغل على العلاقة دي. العلاقة دي تقصوا الميت. يلا يا عمي. يلا يا عمي بصدق. يبصدق. يبصدق يا عمي. علاقة علاقة ما لاينا حب. الشخص دي بيحبك قوي. قوي قوي. مش عارف اقول قوي حد انت. ده خلاص. ده هتجنن عليك. من اخر. هو بصراحة برج بدا له اي يجزي بقى يا حب. هيتجنن عليك. هيموت ويقول لك بحبك. لو بقالكش بحبك هيموت. هيموت. هيموت ولاك بحبك. فبيقول لك اشتغل بقى. يعني اقدم له حاجة. زقه شوية. زقه لو ده قراش. لو ده قراش زقه. عشان هو خايف. من الاخر. بس بيحبك اول. شايفك السلمة بتاع. اشتغل يا برج الدلو على هذه العلاقة. هتيبع لك الجواز بازن الله. بازن ان شاء الله واحد احد. خطوب او زواجة. الحاجة من اتنين. اه كراكت حلوية برج الدلو. ويا رب يا رب تكون عجباكم. واشوفكو في اه فيديو المنفصلين.